التاهيئة للفصل الأول المتتابعات والمتسلسلات الدالة هي علاقة تربط كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى أما الدالة الخطية فهي دالة تحقق أزواجها المرتبة معادلة خطية وتمثل بيانيا بمستقيم أما المستوى الإحداثي فهو المستوى الذي يتكون بتقاطع خطي أعداد المحور الأفقي وهو محور X والمحور الرأسي الذي هو محور Y سؤال حل كل من المعادلات التالية سالب 6 يساوي 7X زائد 78 الآن لا بد أن نتخلص من 78 إذا نطرح 78 للطرفين تصبح عندي سالب 6 ناقص 78 وهنا 7X زائد 78 ناقص 78 هنا 78 مع الناقص 78 تختصر وهنا سالب 6 ناقص 78 بسالب 84 إذن سالب 84 يساوي 7X إذن 7X يساوي سالب 84 وبالتالي نقسم الطرفين على 7 إذن X يساوي سالب 84 على 7 إذن X يساوي سالب 12 معادلة أخرى 2X تكعيب زائد 4 يساوي سالب 50 الآن نطرح 4 للطرفين إذن 2X تكعيب زائد 4 ناقص 4 يساوي سالب 50 ناقص 4 الآن 2X تكعيب يساوي سالب 54 بالتبسيط بعد ذلك X تكعيب يساوي سالب 54 على 2 قسمنا 2 للطرفين الآن X تكعيب يساوي سالب 27 ما هو العدد اللي إذا ضربناه في نفسه 3 مرات تعطيني سالب 27 هو السالب 3 بأخذ الجذر التكعيب للطرفين يصبح لدينا X يساوي سالب 3 سؤال مثل كل من الدواد الآتية بيانيا 1 3 2 5 3 7 4 9 نلاحظ هنا أن لدينا أزواج مرتبة إذن في المستوى الإحداثي أول نقطة 1 3 نذهب خطوة إلى اليمين 1 ثم 3 خطوات إلى الأعلى إذن هنا النقطة الأولى ثامي نقطة 2 و 5 إذن نذهب خطوتين إلى اليمين و 5 خطوات إلى الأعلى ثالث نقطة 3 إلى اليمين و 7 إلى الأعلى ثم النقطة الرابعة 4 و 9 4 خطوات إلى اليمين و 9 خطوات إلى أعلى إذن نوصل بين هذه النقاط ليصبح لدينا هذا الخط المستقيم دالة أخرى لاحظ ردينا 1 وسالب 6 نذهب خطوة إلى اليمين و 6 خطوات إلى الأسفل لأنها بالسالب إذن هذه هي أول نقطة 2 نقطة 2 و 5 بالسالب إذن 2 و 5 بالسالب إذن 5 إلى الأسفل ثم بعد ذلك 3 وسالب 4 هنا ثم 4 إلى اليمين وسالب 3 إلى الأسفل و 5 وسالب 2 إذن هنا هذه النقطة لأمامها بعد ذلك نوصل بين هذه النقاط ليصبح لدينا هذا الخط المستقيم نأتي إلى كثيرة الحدود هي عبارة جبرية على الصورة التالية حيث أن الأي صفر والأي واحد والأي ثنين والأي نقص واحد حتى نصل إلى الأي إن هي أعداد حقيقية حيث أن الأي إن لا يساوي صفر والأي إن هنا لدينا هو عدد صحيح غير سالب أما المعامل هو ماذا هو العدد الذي يسبق المتغير في كثيرة الحدود أوجد قيمة كل من العبارات الآتية عند قيم المتغيرات المعطاة A على ثلاثة في B زائد C عندما الأي يساوي تسعة والB يساوي سالب اثنين والC يساوي سالب ثمانية هنا فقط نعوض كل A بتسعة وB مكانها سالب اثنين والC مكانها سالب ثمانية إذن تسعة على ثلاثة في سالب اثنين زائد ناقص ثمانية تسعة على ثلاثة هي ثلاثة وسالب اثنين زائد ناقص ثمانية هي يعني سالب اثنين ناقص ثمانية وهي سالب عشرة إذن ثلاثة في سالب عشرة يساوي سالب ثلاثين عبارة أخرى R زائدا N ناقص ثنين في T عندما R يساوي خمسة والN يساوي خمسة والT يساوي سالب واحد نعوض R بالخمسة والN بالخمسة والT بسالب واحد أو إذا لنبدأ من مراعاة ترتيب العمليات نجري ما بداخل الأقواس ثم الضرب ثم الجمع في النهاية خمسة ناقص اثنين بثلاثة ثلاثة بسالب واحد بسالب ثلاثة إذن خمسطاعش زائد ناقص ثلاثة يعني خمسطاعش ناقص ثلاثة وهي كم وهي اثناش